فهذا الصوم لما يفكر الإنسان في الأجر الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليه يستغرب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة لم يعملها مجرد أنه هم أراد أن يعمل حسنة ثم لم يتيسر له ذلك كتبت له حسنة هذا فضل الله تبارك وتعالى ويقول ومن فإن عملها يعني من هم بحسنة فعملها فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة شوفوا فضل الله تبارك وتعالى فضل الله عظيم سبحانه وتعالى الآن يتكلم عن عموم الحسنات من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة لم يعملها فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قال الله فإنه لي وأنا أجزي به الله أكبر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني أكثر من السبعمائة ضعف أكثر من أضعاف كثيرة وللواحد مننا أن يتخيل إن أراد أن يتخيل كم سيعطي الله تبارك وتعالى الأجر للصائمين وأغفله لم يذكر يعني هذا الجزاء وإنما قال لي وأنا أجزي به ولم يحدد كم هو هذا الجزاء لي يقول أهل العلم لم يذكره تعظيما له لأنه من العظيم سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به موسيقى